يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيبدأ معنا حلقة النهاردة من السادسة أهلا وسهلا بكم تحياتي كل التحية وكل الاحترام لكل جماهي للنادي الأهلي ومهما اختلفنا في وجهات النظر يظل أو نظل واقفين في النهاية دايما على أرضها مشتركة هي حرصنا وهي خفنا وهي حبنا للنادي الأهلي خلينا ناخد وندي مع بعض كده بدون أفش وبدون توتر ونتمنى إن شاء الله يكون موسم ممتع في المقام الأول وناجح في المقام الأول برضو للنادي الأهلي اللي نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن يصحح مصاره ويحقق كل الألقاب وكل البطولات ويسعد جماهيره في كل مكان وصحيح إنه البداية الموسم ده هتكون بداية في المشوار الأفريقي ببقيت شقل الحقيقة وأعتقد إنه معظم الجماهير بتشترك معي في الجزئة دي ما بيناش نقلق قوي من ناحية التحكيم في البطولات للأسف شديد جدا الخارجية هقولها بمنتهى الصراحة يعني لما بروح كهس العالم أبنبقى الشايلين هم التحكيم حتى لما بنلعب في أفريقيا رغم إنه الحقيقة مشوارنا أو طريقنا مع أفريقيا ومع التحكيم الأفريقي مش أحسن حاجة في الدنيا لكن أعتقد إنه الدنيا تطورت شوية في السنوات الأخيرة والأهلي فرض فرض بمستوى وبأداءه يعني إنه ما تقلقش وإنت رايح تلعب بره أرضك بالذات في مباطشات أفريقيا لكن الكلام أكتر على التحكيم في البطولات المحلية وإحنا بنبدأ موسم جديد نتمنى فيه بدايتك نتمنى أتمنى بشكل شخصي كل التوفيق وكل النجاح للتحكيم المصري وأتمنى إنه نتفادى أخطاء الموسمين الأخيرين مش بس المتعلقة بالأهلي لأن الشكوى بالمناسبة ما كانتش بالأهلي بس الشكوى اللي كانت طلعة من التحكيم المصري كانت طلعة تقريبا تقريبا من معظم الأندية اللي شاركت في بطولة الدوري الممتاز وأتمنى الحقيقة عشان يكون موسم ناجح أن يصاب الحكم المصري بعمى ألوان طوال فترة التسعين ديها هي مدة المباراة اللي بيدرح سواء كتل الأهلي أو لغير الأهلي والحقيقة يمكن وإحنا بنتكلم على التحكيم وعلى هيبة التحكيم المصري وقع يمكن أثارة جدل بشكل كبير جدا للعبنا المصري المحترف طارق حامد في الدوري السعودي خلينا نشوف اللقطة ونشوف ردود الأفعال اللي ما ههمنيش فيها طبعا قصة طارق حامد طارق حامد كلعب محترف مصري دي طبعا اللعبة التدخل العنيف من طارق حامد لعبنا المصري المحترف في اتحاد جدة على لاعب النصر فينسنت أبو بكر لاعب الكاميروني الدولي واللي كان نتيجتها إشهار بطاقة حمراء حالة طارق حامد بستحقا أنا هنا مش مدافع عن طارق حامد خانون الكرة بيقول أن التدخل العنيف دي يستدعي إشهار بطاقة حمراء مباشرة وبالتالي كان قرار الحكم بطرد طارق حامد أتمنى التوفيق لكل لعب مصري في الخارج والحقيقة طارق حامد مش قصتي لكن قصتي الحقيقة هي التحكيم المصري ودلالات القرار الإداري من حكم المباراة بطرد طارق حامد والأهم من ده هو استجابة طارق حامد بدون أي شكل وبدون أي نوع من الاعتراض بل خروجه في خلال ثواني بسيطة جداً ثواني معدودة من لحظة إشهار البطاقة الحمراء للحظة خروجه خارج حدود الملعة وده اللي يمكن استفز وخلى كتير من رواد السوشال ميديا المهتمين والمتابعين للرياضة بشكل خاص إنهم يعملوا حالة المقارنة بين نفس الوقع دي وفولات كتير جداً أو تدخلات عنيفة كتير جداً بنفس القوة وبنفس المستوى لطارق حامد فيه مطشط كتير جداً في الدولة المصري لم ينال أو لم ينتج عنها نفس النوع من العقوبة وده كانت أول علامة الاستفهام وتاني علامات الاستفهام اللي لفتت نظري الحقيقة هو مدى استجابة طارق حامد وهو معروف عنه أو اللي نشوفه منه أو تاريخه في ملاعب الكرة المصرية إنه ما بيستجبش بسهولة ما بيبقاش في حالة رضا ما بيبقاش في حالة اقتناع منه بشكل عام بقرار الحكم طالما كان ضده ويا ما شفنا طارق حامد وهو لعب مصري دولي طبعاً وشارك مع منتخب مصري في بطولات كتير جداً وله مننا كل التقدير واحترام لكن زي ما بقول طارق مش قصتي التحكيم المصري هو قصتي وهيبة التحكيم المصري هي قصتي المقارنة دي الحقيقة حطت منظومة التحكيم مش حكم بعينه أو مش بإسم بعينه في خانة اليك حطت هيبة التحكيم المصري تحت علامة استفهام كبيرة جداً نرجو نرجو إنه إجابتها تكون ظاهرة بشكل واضح في الموسم المغبر خلينا نروح للشامبيونز ليج النهاردة يمكن بنعود مرة تانية لأقوى وأمتع بطولات الأرض مطشاط النهاردة عندنا جولتين طبعاً جولة تبدأ النهاردة وجولة بكرة في جولة النهاردة بايم يونيخ السعي لإحراز اللقب واحد من المرشحين بقوة بيواجه بكتوريا فالزن مارسيليا الفرنسي في مواجه سبورت انجليش وونا البرتغالي ليفر بول واحدة من المطشاط اللي هيتبحى الجمهية المصريين النهاردة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مواجهة رينجوز السكوتلندي نابولي الإيطالي اللي بيقدم مستوى أكتر من راعي الحقيقة وفرصه زادت جداً في التأهل عن مجمعته وخصوصاً بعد التغلب على ليفر في جولة سبقة بنتيجة 4-0 هيواجه أكس واحدة من المطشاط اللي رشحها لحضراتكم بقوة أتاقع أن يكون فيها لأنه اتنين الحقيقة بيقدموا كرة ممتعة جداً يلعبوا جيم مفتوحتوا للوقت كرة هجومية كرة شاملة وعندهم عناصر الحقيقة مهارية كتير جداً في الفرقاته بعد كده بورتو والبرتغالي في مواجهة ليفر كوزن الألمانيا تلاتكم مدريد في مواجهة سهلة نسبياً وإن كانت طبعاً هتتلاعب في ملعب كلاب روج البلجيكي المواجهة الأهم والصدام الأقوى والمباراة اللي من عيار التقيل النهاردة واللي يمكن هتكون لها أكبر نسبة مشاهدة هي المباراة اللي بتجمع بين انترناسيونالي الإيطالي في مواجهة برشلونة الأسباني والمباراة هتكون في إيطاليا على ملعب جوسيبي مياتسا وبالتالي هتكون مباراة قواء مباراة من العيار التقيل ونختم ختاماً جوالات النهاردة في مواجهة فرانكفورت هذه مواجهات النهاردة في بطولة الشامبيونز ليج تعالنا نروح لبكرة ونصوف المواجهات الدامية بكرة عندنا مواجهة برضو من العيار التقيل بكرة سالسبرجن نمساوي في مواجهة دينامو زاغنب عندنا ليبزيج الألماني في مواجهة سلتيك الإسكوتلاندي عندنا ميلا الإيطالي في مواجهة شلسي واحدة من مواجهات العيار التقيل ويمكن تكون أصعب وأقوى مواجهة بكرة شيلسي الإنجليزي في مواجهة إيسي ميلان ريال مادريد هيواجه الشاختار مواجهة كلاسيكية تعودنا عليها في السنوات الأخيرة في الشامبيونز ليج كوبنهاجن الدرماركي في مواجهة المان سيتي رحلة طبعا للسيتي ومازينجر طبعا إيرلينج هالند سيبيا في مواجهة بلوسيا دورتموند وبطل الكيان المحتل في مواجهة اليوفي وبنفكا البرتغالي في مواجهة باريس سان جيرمان ده دي مواجهات اليوميندو أو الجولة دي وهتتعب على مدار النهاردة وبكرة في الشامبيونز ليج ووجبة كروية نتمنىها تكون ممتعة فاصل ونرجع نبدأ حلقتي قبل ما أدخل بس في تفاصيل حلقتنا النهاردة وتفاصيل أخبارنا وتعليقها على مقدمة حلقة مباتح أنا كنت اتكلمت مع حضراتكم على يعني فكرة جمهور الأهلي والتعامل مع بالذات منصات السوشال ميديا الإعلام التقريدي أو الوسائل الإعلام المعروفة سواء كانت قنوات سواء كانت برامج رياضية سواء كانت قنوات يعني متخصصة قلت بشكل كبير جدا أنه جمهور الأهلي قادر يفرز يعني هي الأسماء معروفة نحن نتكلم إيه 15-20 اسم موجودين على الساحة مثلا يعني جمهور الأهلي بتهالي النهاردة عارف مين طلع يهزر مين طلع يركب ترند مين طلع يخبط عشان يعني بينتمي الأندية تانية فبالتالي قلت أنه الأثر بتاع الحاجات دي على جماهير النادي مش مؤل قوي بالنسبة لي يعني ما أعتقدش أنه أثر كبير جدا لكن الخوف كل الخوف لما تكلمت على الصفحات اللي هي بإسم النادي الأهلي والناس اللي بتظهر وهي لابسة تيشرت النادي الأهلي وبتتكلم على الأهلي وبيضربوا الحقيقة من تحت لتحت كان الكلام كله على أنه بداية الموسم مش محتاجة غير أن إحنا نركز بس في الدور الطبيعي اللي بيقوم بيه جمهور الأهلي طول عمره إيه هو الدور ده إن إحنا ندعم فرقتنا ولما يبقى يحصل المشكلات ولما يبقى يحصل المطباط ولما لقدر الله يبقى فيه سقطات ساعتها يبقوا هجموا وانتقدوا واتهموا بالفشل زي ما أنتم عايزين لكن أنه من قبل الموسم وعلى كل صغيرة وكبيرة وفي أوقات كتير جدا يعني قصة التيشرتات بتاعة النادي الأهلي وكل ما أصير عليها والذي أنا قلت لحضراتكم أنه غير دقيق وغير صحيح على الإطلاق يعني وأقولت لكم أنه بمجرد ما يتم الإعلان رسمي عن تيشرت النادي الأهلي هتكتشفوا أنه القصة غير تماما ما أصير على منصات التواصل الاجتماعي وعلى قنواتها أو على أكاونتات اليوتيوب مش صحيح أنه الأهلي لم يتقادم مقابل مادي بالعكس على فكرة ديلي اللي عامله الأهلي ممكن يبقى يعني أنا ما عنديش إحصايات وما عنديش أرقام بس أقول فيه احتمال أنه يكون الأكبر الأكبر في تاريخ كورت القدم الأفريقية مش المصرية الأفريقية في النهاية أنت ليك مطلق الحرية أنك أنت تنتقد ليك مطلق الحرية أنك أنت يعني تشوف أنه 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 فيه خطأ لكن فكرة أنك أنت من قبل الملموسم يبدأ وإحنا لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم فيه حالة غضب وفيه حالة هجوم وفيه حالة اتهامات يعني صعب قوي صعب الأجواء دي بتأثر صدقوني يعني في عزم إحنا بنتكلم على أنه معسكر نادي الأهلي كان ناجح جدا وأنه الراجل قرب جدا جدا كل نجوم النادي الأهلي اللي قابلتهم هنا في الستوديو أو اللي قابلتهم حتى برا برا الستوديو بيتكلموا على أنه الراجل حقيقة عمل قطع شوت كبير جدا جدا مع اللعيبة واللعيبة حتى اللي أنت ممكن تكون غضبان منها أو من أن ترجع مستواها أو من عدم قدرتها أنها تكون بتمثل إضافة لأسباب كثيرة جدا في الموسمين محتاجين منك كمان فرصة اللعيبة اللي راجع من بعيد محتاج منك فرصة الكهرباء محتاج منك فرصة شدي حسين محتاج فرصة حسام حسن محتاج فرصة أكرم توفيق محتاج فرصة عمار لما يرجع محتاج فرصة محمد محمود كل دول محتاجين فرص نصبر على نجمنا شوية وعلى فرقتنا شوية أنتوا ليه محاسين ليه ليه فيه إحساس عام كده وكأن الفرقة فاضية دي لقاطات من تمرينة النهاردة اللي حضراتكم شايفينه وجد الجد وتركيز على أعلى مستوى تمرينة ابتدت بمحاضرة الراجل اتكلم فيها مع لعبة النادي الأهلي بعد كيه كان فيه تكسيف من ميسر كولر ومن جهازه الفني فيه التدريبات وخصوصا البدنية وراجل بيشتغل بيقسم الفريق مجموعتين مجموعة في الجيم مجموعة في الملعب بعد كيه بيبقى فيه تقسيمة بيشارك فيها كل اللعيبة حراس المرمى النهاردة مع ميشيل يانكل عمله تمرينة برضو خواية جدا كرة عرضية وتصويب من قريب وتصويب من بعيد فيعني الحالة العامة دي تستدعي أننا نبقى الحالة الوحيدة المسيطرة على كل أغلب يا سيدي بلاش كل أغلب جميعنا دي أهلي أننا نلتف حوالين فريقنا أنه بدل ما يوصلوهم أن فيه حالة توتر على منصات السوشيال ميديا وفيه حالة قلق على السوشيال ميديا يوصلوهم أن فيه حالة دعم الناس دي مسافرة كمان 48 ساعة مسافرة تلعب مباراة صعبة جدا في دوري أبطال أفريقيا أنا حاسس أن المطش ده مش موجود على اهتمامات الجماهير يعني حاسس أننا مهتمين بقضايا تانية كتير جدا فرعية أهم من الأهلي بيبدأ مشوار أفريقيا حلم النجمة 11 يا جماعة انطلاقة النجمة 11 مش حاسس أننا الناس واخدوا بلا أننا نلعب وصيف الدوري التونسي في أول مباراة رسمية المستر كولر وفرقتنا في الموسم الجديد حاسس أننا متشدين أو أغلبنا يعني مش أقول كلنا أغلبنا مجدودين لحيطة تانية بعيدة جدا وفي أغلبها وده اللي أنا بقول لحضراتكم إلى حين طبعا لما يعني يتباني كل الحقيقة ده وفي أغلبها مش حقيقي ومس صحيح ومس سليم فلما كنت بتكلم إنه بس ما تتشدش دي كاتر سالتي ما تتشدش لده وافتكر إن فريقنا عنده مباراة مهمة جدا كمان أربع أو خمس تيام أربع، خميس، جمعة، سبت وممتشر حد يعني أربع تيام من النهاردة الخامس مباراة في انطلاقة مشوار أهلي في دوري أبطال أفريقي ونهاية الشهر ده عندنا مباراة مهمة جدا سوبر مصري أمام الزبالك إيه اللي يستدعي الاهتمام من جمهور كرة في التوقيت ده يعني جمهور النادي الأهلي العظيم إيه اللي يستدعي إنه يهتم بيه ويتابعه ويعبر عنه في التوقيت ده ده كان الكلام وفي النهاية الاختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضايا نحترم كل الناس ونحترم كل وجهات النظر حتى وجهات النظر المختلفة معنا جملة وتفصيلا مدام المحرك أو الدفع الرئيسي لها هو مصلحة النادي الأهلي طيب أنا كلمتكم على تمرينة النهاردة بالمناسبة خلينا أقول لكم كمان على كهرباء النهاردة يعني واضح إنه ميس سيركولر مهتم قوي بكهرباء يعني وشايف فيه إنه هيكون ورقة مهمة جدا الموسم اللي جاي هو طبعا برح حسابات أفريقيا إلى حين أو مشاركة الأفريقية يعني لكن حتى النهاردة بعد ما التمرينة خلصت كهرباء خد 30 دقيقة زيادة تمرين منفرد في برنامج حتطوله ميس سيركولر بنفسه عشان يقدر يعني يكون جاهز فنان وبدانان إن شاء الله فيه أول فرصة يعني هيسمح لي فيها بالمشاركة مع النادي الأهلي وكهرباء واحد من الأوراق سيدي اعتبر كهرباء صفقة جديدة اعتبر كهرباء صفقة جديدة كهرباء أنا فاكر كواس قوي في اللحظة اللي قرر ميس سير موسيماني إنه كهرباء برح حسابات كتير من جماهير النادي الأهلي كانت شايفة لا إنه كهرباء خسارة لأنه يسيبنا في التوقيت ده وإنه في بعض الأوقات في ناس كانت شايفة إنه أقدر من ناس خدت فرصة من ميس سير موسيماني كهرباء معانا ووضح إنه كهرباء السندي المقدمات يعني المقدمات إنه أنا يمكن اتكلمت معاه قبل الموسم ما يبدأ بفترة لا يعني خاطت دماغه في الملعب بنسبة لغاية لوقت يا أخرين يقول 90% يعني لغاية لما شوفه في الملعب بجد ويتأكد إحساسي أقول لكم ساعتها لا كهرباء السندي 100% وكهرباء لو في 100% لو في حالة 100% بالتأكيد إضافة كبيرة جدا أكرم توفيق أتكلمكم على الأسماء اللي كانت شبه موجودة وما بقتش موجودة معانا الموسم اللي فات ختمنا الموسم من غيرها محمد محمود لما رجع السنة اللي فاتت في آخر الموسم قدم أداء وتراهن عليه السنة دي آه عليه قصة يطلع ما يطلعش لكن أنا أتمنى أن محمد محمود يكمل معانا أكرم توفيق إضافة قوية جدا جدا سواء في خط النص أو في مركزه اللي لعب في السنة اللي فاتت باك يمين عمار حمدي لما يرجع إضافة كبيرة جدا برسي تاولى وفاء وتخلصنا من موضوع الإصابة المتكررة دي وجهاز الفني جهاز الطبي يعني حتى طلب ده بشكل واضح من ميستر كولر اديله مساحته وديله وقته لغاية لما نتطمن عليه بشكل كامل ممكن جدا وفتكروا بداياته السنة اللي فاتت فتكروا برسي تاول في بداية السنة اللي فاتت كان عامل إزاي برونو سافيو شادي حسين طاهر حسين الشحات عبدالقادر كل واحد من دول يشيل فرقة طاهر كانجرر المقاولين وراه عبدالقادر كلنا عارفين إمكانياته الشحات أنا مش عايز أنسى حد بس سلية أفشة شريف ديانج متولي عبدالمنع يا جماعة احنا فرقتنا ما شاء الله الحمد لله جدا وده مش معناه ان احنا خلاص أفلنا الباب أنا بقول لكم هو لسه مزالت صفقات الدعم مستمر والأهل بيحاول يجيب كواليتي لعيبة مش بس بفكرة انه يعمل صفقات جمهرية عشان الأهل يشتغلش بفكرة البوم تيك تاك ده يعني فكرة أنا عملت عشرين صفقة وانا جبت وانا مضيت وانطلع على اللعيب وقفة مش دي قصة النادي الأهلي خالص على فكرة قصة النادي الأهلي هي فكرة اللعيب اللي يضيف للسكواد اللعيب اللي ساهم في تحقيق أهداف الفريق طلع لي خمسة قعد كده مع نفسك بينك وبنفسك راجع كده سيزن الدوري احنا ما عندناش على فكرة غير اثنين لعيبة تلعهم الدوري ده كله احترفه بره يعني الدوري ده اللي انت شايف مئات الملايين بتتصرف عليه ولعيبة وتسمع عن انه انا هشتير اللعيب ده فانا عايز تلاتين مليون ومعا مش عارف مين اعارة ومين اعارة سنتين ومين بيع نهائي ومين الدوري ده ما طلعش منه غير طرق حامد واحمد رفعت فيه لعيب تاني من الدوري المصري احترف بره لا بلاش احترف بره فيه لعيب من الدوري المصري الطلب بره والمفاوضات فشلت الطلب بس مفيش فبالتالي دور كده وفتش في كوالتي مين اللعيب اللي ممكن فيه لعيبة كويسة كتير انا ممكن اقول لك خمس ست سبع اسماء لعيبك كويسة لكن هو السؤال هل لو جات عندك تعمل اضافة هل لو جات عندك يعني تعمل الفارق هل لو جات عندك تراهن عليها ان هي دي اللي هتقوم الدنيا مش هتقعادها ما احنا برضو لازم هل شايف انه الارقام اللي اتطلبت في اللعيبة السنة دي تتناسب مع كل نادي يطلب زي ما هو عايز انا مش ضد انا مش يعني انا ما عنديش اعتراض على ده عندك لعيب شايفه كويسة عليه طلب ان شاء الله تطلب فيه مليار جنيه لكن انت بقى كجمهور لما تيجي تقيم وتيجي توزن الامور حال انت شايف انه فيه لعيب مصر يستحق ان يدفع فيه مثلا مثلا يعني مثلا 20 مليون جنيه و3 ا4 لعيبة مين ياريت تقول لنا الاسم انا نفسي جدا نسمع الاسم برونو سابيو اللي جيل الاهلي ده لو انت بتشريه هنا من مصر هيتطلب فيه كام لما سمعنا احنا عن صفقات في العيبة مصريين مطلوب فيهم 3 مليون دولار فيه فريق طلب في احد اللاعبين هنا المحليين 3 مليون دولار خد بالك اللي عملوا الاهلي السردي في صفقات المحلية يعني بجد بجد هو عين العقل السيطرة على المزايدات وعلى الارقام الفلكية اللي لا تتناسب مع حجم الكرة اللي بتتقدم ده شيء كان لازم يحصل من سنة او سنتين فاتوا والمغالاء الغير طبيعية في عملية تسعير اللعب المصري لا هتضيف للعيبة في مصر ولا هتضيف للكرة المصرية يعني على رأي ولا من غير على رأي لا هتضيف لا هتزود من قيمة اللعب المصري بالعكس دي هتقلل من فرصه بشكل كبير جدا وبدل ما يبقى عندك قدرة انك انت تصدر لعبها سيبك من قصة اوروبا سديق الخليج تعالى نشوف فيه كام لعب مصري محترف في الخليج تعالى نشوف ونقارن كام لعب من المغرب العربي كام لعب من تونس كام لعب من الجزائر كام لعب من المغرب بيلعبوا في دوريات مش اوروبية عربية ولا هتضيف للكرة المصرية نقعد بقى احنا نتخانق بنا وبن بعض لكن لما نطلع برة لما نطلع برة كل شيء نكشف كام لعب من المغرب العربي بقى اثناشر سنة مش عارفين نجيب بطولة يعني لا كاس العرب عارفين ولا بطولة افريقيا عارفين ولا كاس العالم عارفين حتى كاس العالم النسخة الوحيدة التي اتهلنا فيها ياريتنا ما كنا رحناه يعني لغاية النهاردة عندنا كاس العالم تسعين مشاركتنا قدام انجلترا وهولندا سيبكم من ايرلندا لكن عندنا افضل من مشاركتنا في كاس العالم 2018 فحاجات دي كلها لازم تتخذ في الحزبين يعني اذا كان الرغبة في النهاية مش فكرة بس المنافسة على المستوى المحلي لكن اذا كان في رغبة في نهاية انه في رياضة وصناعة وفي منتخبات قوية جدا بتطلع تنافس برة ويبقى من السهولة بمكان انك انت تتأهل للأوليمبيك جيمز تتأهل للكاس العالم ده يبقى الهدف السهل الهدف الصعب هو يبقى والسؤال الصعب هو انت رايح تعمل في البطولات دي ايه يعني رايح في كاس العالم تعمل ايه او رايح في الأوليمبياد تعمل ايه وعلى كل احوال الايام مبينانا احنا نتكلم على انه غلق باب القيد يوم 10 تقريبا 10 اكتوبر ومن هنا اليوم 10 هتبان قدام حضراتكم ومن هنا اليوم 9 حقيقة قبل مباراة مباراة اتحاد الميسسيري هتبان حاجات كتير قوي لجماهير النادي الاهلي طيب نروح لفصل ونرجع لحضراتكم نظرة سريعة جدا على الموسم اللي فات بما له وبما عليه والحقيقة انه خلينا نتفق انه في حاجات كتير جدا ايجابية ظهرت وخصوصا مع وجود ربط تقندية الموسم اللي فات يهمنا التأكيد عليها وزيادتها وفي حاجات برضو سلبية لابد ان احنا نتفديها اذا كنا عايزين من بداية الموسم يكون عندنا موسم ناجح خلينا كده ناخد اراية مفصلة انجاز التعبير اراية دقيقة جدا لبدايات الموسم الجديد وايه المنتظر منه سواء على مستوى القائمين على المسابقة او الاندية اللي بتشارك فيها وخصوصا مع وجود السنة دي عدد كبير من المديرين الفنيين الاجانب منهم اللي بيظهروا في الدوري المصري لاول مرة نتمنى في النهاية نشوف كرة حلوة نتمنى في النهاية نشوف منافسة شريفة ونتمنى في النهاية برضو الاهل يفوز بكل البطولات المحلية وانتشار القاهرة 24 وضفنا النهاردة فيه السادسة مسأخيرة يا سيد أصاب أهلا بيكم أستاذ أحمد وكل جمهور النادي قبل ما أدخل معك في الموضوع كان عندي خبرين في الانترو بتاع الحلقة عن هالند وانت هأجلهم عشان أخدهم معك واسمع تعليق منك هم خبرين والسؤال الحقيقة الخبر الأولاني بيقول أنه ودي تصريحات طالعة من مسؤولين في ريال مدريد بيقولوا واتنشرت في بعض الصحف الأسبانية بالمناسبة بيقولوا أنه التعاقد مع إيرلينج هالند بقى هدف أساسي لريال مدريد وانتعرف أنه ريال كان داخل في الصفقة وكان مهتم بهالند سوى فضل يروح المانسيتي لكن فيه بندة في عقد إيرلينج هالند بيسمح له بالرحيل بعد سنتين ويدي الأولوية في عقده لريال مدريد ومن دلوقتي بدأ إدارة الريال في تجهيز الأموال اللازمة للصفقة وإزاي والسعكة بعد سنتين نعلق على ده أه لا نعلق على ده الخبر التاني برضه هو كابتن ميجن برضه هي دقة العقود والوعود اللي ما فيهاش شفوي اللي ما فيهاش التيم مقصة قطل ولا قضة الفر النور قطع فيها ولا الراجل شالل فيش عشان يعمل شاي ولا واحد جيب توكتوك فاتأخر أحجات كده نتمنى أن تكون عدوى تنتقل للكرة المصرية الحياة اللي هي ملعقة الزنب لما تقول مصر في كل مناحي الحياة لازم تبقى فيه حاجات كبيرة قوي وبالتالي لما تقول الكرة المصرية تستحق الأفضل يعني عارف لو الكرة المصرية دي حاجة وحشة وعندنا أفضل إدارات في الدنيا ومش عارفين يعملوا من المنتج ده حاجة كما بلدان كتير ملقاش في الكرة يعني الهند مثلا دي برضو يعني دول وأمم كبرى يعني لكن لما يبقى عندك كل مناجم الخير وكل ما يمكن أن يكون جاهز لمجرد أن العاملين عليها يعملوا وفقط بجد واجتهاد يبقى حرام صحيح الخبر التاني هو تصريح لهذا بيقول أن محمد صلاح من أفضل اللاعبين اللي أنا لعبت في مواجهتهم وأنه بيقدم مستوى موزهن تعرف وخصوصا كمان يعني تعرف مع بداية الموزهن مع التواهج الشديد جدا لكابتن ماجد ده اللي جاهلنا من أفلام الكارتون وبقى هدفه وبقى بيسجل وبقى فيه مقارنة بينه بين صلاح تعرف الحاجات اللي يلبسوها دي تشوفوا المستوى اللي اسمها ايه النستولوجيا مهم يعني المنظرة اللي هتخليك تعيش في عالم تاني وكأن هلند طبعا الرياضة بتبقى شوية يعني غالية عندي يعني حيث البداية فلاقيت عملين زعلانين الولاد صلاح مش توب فورم صلاح بعيد ايه ده هلند هيكسر الدنيا بتونهم بس ستوب هنا حضراتكم صحفيين ازاي بترصده ده اصلا هلند لو اتكلم والله هذا حدث لو اتكلم هيقول انه واحدة من أماني ان يحقق أرقام مو صلاح واحدة من أماني ان يحقق أرقام سادي ومنق واخرين يعني اقصد لكن خلينا فيه يعني نجم العرب والعروبة والعالم اجمع بأخلاق وكمان برا الكور وبالتالي وكأني كنت على موعد ما هلند اللي يجيب على الشباب تحديد الرقم بتاع صلاح مزهل مزهل في كل البطولات والتور اللي عمله مزهل اكتر وقوفوا على رجليه من إيطاليا لإنجلترا لسويسرا يعني لأ فين لعيب يقدر يعمل ده نجم كل الألقاب اللي توافرت لليفربول بعدما كانت ضانينة عليه 30 سنة بدون دوري يا عمي يعني أقول للناس إيه أكتر من أنه أساطير ليفربول بس مش فاكر الأسماء عشان ما ما خرفش يعني مع الشباب فعلا الموسم الماضي مع بداية الكلام عن برشلونة عن أنه ممكن صلاح يبقى ريال بيبص عليه وأن ديها أخرى كبرى فيطلعوا اتنين من أساطير ريبربول يقول له انت جا تحطم أرقامنا عشان تمشي لا عرف زي ما واحد يحلف على واحد مرقاين من هنا لا أنت بقيت حاجة من الأجزاء الأكثر أهمية أنت كينونة في المدينة والنادي حقيقة وده نقلوا بالمناسبة يعني المناسبة كم حاجة كل المصريين اللي أنا عرفهم أنا ما يعني ما زوتش ليفربول لكن ناس كتير جدا عرفهم راحوا ليفربول ورجوا حاكلنا بمجرد ما تدخل المدينة وتعرف أنه أو الناس هناك تعرف في أي مكان في الشارع في القتال في مطعم يعني في أي مكان يبتدوا ويعرفوا أهل البلد أنك أنت مصري يبقى دايما الحديث معاك كأنهم يعرفوك من سنين طويلة جدا والكلام على أنه محمد صلاح فكرة السفير فكرة الممثل عارف الممثل لو سألتك أنت مصري يعني هي هناك بقى في يعني في إنجلترا بقى يعني المحطة والمركز ومش بس ليفربول لو سألتك أنت مصري تقول لي أقولك مو صلاح خلاص هي عرفت بهذا على اسمها أيضا الكبير مع الإنجليز طبعا صحيح وبالتالي لا يهدر الشباب أبدا مش بس قيمة صلاح لأنها لن تهدر إنما لازم يفكروا بالحداثة يعني وانت بتخطب الشباب المفهوم يمكن هنا حقيقي وحابب قارن بين صلاح وهي مش مقارنة هي الحالتين متشابهتين وردود الأفعال واحدة وهي ردود الأفعال اللي سألي لحضرتك عنها وكأن صلاح لما عود الناس إن كل سنة يبقى ناجح وكل سنة يبقى متفوق وكل سنة يبقى هدفل الدولة الإنجليزي أو بيحقق بطولة مع ليفر بول وكأنه ده لو ما خصلش مرة يبقى صلاح أخفق وإنه يبقى صلاح فشل وإنه يبقى صلاح سيء ده بيحصل مع صلاح وهم عجير صلاح السبب فكرة إن الكائنات النجحة لما تبقى معودة المنتمي ديها وعشاقها وجمعيرها على النجاح بالسمرار ويجي يحصل في سنة وده شيء وارد جدا وبيحصل في كل حتى في العالم مع أكبر منتخبات مع أكبر عن ده شيء صعب جدا ما هو ليه بقى لأنه أنت هنا ممكن تربط بين موقف موسلاح والنادي الأهلي بدأ ما إحنا قاعدين كمان في حضرة شاشة النادي الأهلي وبالتالي مع حجم ما ينجز فلما يقع منك دوري واثنين تنسى تقول إن معاك بطولتين ما تكملوش اتناشر شهر يعني لو المواسم منتظمة كانوا هيحتاجوا 24 شهر موسمين لكن تاخد اتنين شامبنزليج وتلعب خمسة من أصل ستة نهايات آخرهم طبعا يعني كل القبائل تجمعت علشان يعني خزاعة من جوه ومن بره أنا بقول لحضرتك ما فيش بقى كله وبالتالي أي ضمن تنقل النقلة دي وتنسى برونز كاس العالم اللي أنت روحت بيها ورجعت بيها وكأنك حافظت على اللقب في أقل تأدير ليه؟ لأنه اعتادوا من النادي الآلي إنه الخطوة الأولى هي الدوري اللي هو على طول على طول على طول فده طبعا مش منطقي ومش بشري ومش إنساني يعني وبالتالي يمكن تعطش المصريين وده اللي بنقلو لإدارات الكرة في مصر حرام عليكم بقى الناس متعطشة لأنها عارفة إن إحنا جيناتنا جينات ناس نكحة جينات بني أدمين أسوياء ليه بتعملوا كده؟ وبالتالي الناس ناقصها الجزء ده إنها تفرح عندي سؤال بقى مرتبط بمازنجر الكرة الإنجليزية إيرلينج هالند دلوقتي ومرتبط بلعباتنا الصغيرين بس هتسمح لروح لفصل بس قبل لفصل أقولك حاجة هالند ده على فكرة حتى الآن ده بقى شغل محترفين كلما رأى صلاح ثيزهب للفوز بتيشرت وصورة ده عالم الاحتراف صحيح نروح لفصل ونرجع نكمل كلام إحنا تكلمنا على هالند كابتن ماجد زي ما ناس بتتسمي يعني كابتن ماجد اللي ظهر في الدورة الإنجليزية بشكل أكثر من رائع السنة دي من واقع اهتمام ريال ومن واقع تعليقه على صلاح وانه واحد من أفضل النجوم وواحد من أفضل اللعبين اللي بيقدموا أداء مزهل كان ليا سؤال بقى عند ضيفي النهاردة في السادسة وستاذ عصام شالتوت متعلق بإيرلينج هالند في السنوات الأخيرة يمكن مش بهالند بس كمان هالند وغيره من نجوم ولو بصنا الأهم من نجوم على الساحة الوقت وستاذ عصام هتلاقي ان اللعبة دي تلعت بسن 19 و 21 سنة وبقوا أهم من نجوم على مستوى العالم إيرلينج هالند كيليا نمبابي عثمان ديمبلي لما طلع جواو فليكس البرتغالي أنسو فاتي ميسي زمان يعني كل اللعبة دي بتعايز حلقتين أو القناة يعني تعمل على مدار الهوى بتاعها الشيفت كله عشان تطلع الأسماء يالعجب بقى إن مصر في الهواية في منتصب سبعنات القرن الماضي تمام عشان نقول بس الكرة المعصرة ولأنها برضو في السنات في الستنات كان فيه لعبة بتلعب في أعمار صغيرة جدا كان عندنا الكلام ده كان بيطلع لعبة طول الوقت صغيرة أيو يلعبوا جنب نجوم كبار الشيربين يا ربنا أديله الصح كان قائد التلامزة مين أم التلامزة فرية النادي الآل اللي بعد كده بقت هي دي كان بصالح سليم رحمة الله برضو لعب مع الجيل اللي طالع بعده ما كانش بيستنوا على لعيد 23 سنة لأنه مصر الهواية كان عندها تنظيم احترافي كان عندها الفريق والرديف يقول لك أبيض وأحمر أو أحمر وأبيض حسب الأساسي مسمينه إيه كان عندنا النظام الاحترافي كامل بس ما كانش فيه بيزنس كرة القلب اقتصاديات كرة القلب والاقتصاديات لما تدخل مفروض تطلعنا لأدام ولا تاخدنا الورا في الحاجات الكومي يقول انت بقى أو الله يا حول أولا قاتل إلا بلا صناعة مهضرة وأنا قلت ده مع حضرتك وبقوله في كل حتة لدرجة الناس بدأت تفكر إن أنا أمشي بقى في الآخر زي محمود وجهاد أنادي عليهم يعني ده كلام ده كلام ما أسهله عليهم أن يروا جيدا حجم الرعايات التي تبحث عن النادي الآلي بالأرقام دي هنا بقى مش حكاية إن أنا أهلاوي والتاني زي ملكاوي لا خالص نتكلم عن اقتصاديات كرة قدم شوف الرقم يقفز لكام شوف الدوري المصري لو انتظم شوف الدوري المصري والسوبر المصري وكل حاجة بالمصري الدوري المصري ترتيبك كم من وجهة نظرك على مستوى المنطقة مش هقول على مستوى قارة أفريقية يعني أنا متأكد إن إحنا يعني على مستوى قارة أفريقية لا الدوري بتاعنا أعتقد يمكن يكون من أفضل خمس دوريات لكن على مستوى المنطقة عموما هي كرة في مصر بتلاحق دايما الإسماء يعني التاريخها وحاضرها برضو بين بين فرقنا الأهل يتصدر دائما حتى لما بروح بطولات عربية في البطولات الأفريقية وأيزا مالك على مقربة طبعا المنتخب برضو بيلعب ساعات كتير نائيات رغم إن إحنا بنبقى حسين إن رايحين وراجعين ماشي يعني ففي النهاية في حاجات ما تقدرش تحصرها ومش هادر أقولك الدوري المصري الأول عربيا بينما هناك دوريات زي الدوري السعودي مثلا خليها نقول الحقيقة أكثر انتظام أهل جدا نزل يا رجل ما فيش هزار أي ما فيش احتواء ما فيش التواء ما فيش أي حاجة حرف الواق ده معزول تماما لكن كمان مش قادر أقول إن الدوري المصري يقل عن هذا إلا بأيدينا فنحن لا نعد الملعب ولا نجيب عربيات شيء للكورة ويقولك نروح بالصبر بتاعنا فين عشان يعملوا كرنفال وقا كأن إحنا مش مكتوب علينا يبع عندنا كرنفال وشركات طهران وطنية تشتغل فتجيب المصريين يجوا يحضروا وترجعهم بتذكرة مخفضة بتاع ران شارتر طب أخذ منك عنوين إيجابيات أهم إيجابيات الموسم الأخير وأهم السلبيات اللي إحنا مفترض من إحنا أو ربطة الأندية مع التحدة لا فيش أي إيجابيات أنا آسف القوة الدفع وعلى مسؤولياتي خلينا نتفق إنه عودة الجماهير المدرجات في الموسم الأخير نقطة إيجابية النقل التلفزيوني أو البس والتصوير الكواليتي التصوير التلفزيوني نقطة إيجابية إن إحنا في العام عشرين اتنين وعشرين الكاميرامان بس ما بقى يطلع بالكاميرا ما كانش عندك يا رسول الموسم اللي قبله على طول كنت بتزيع بكواليتي التمانيناتك التسعيناتك حتى الآن الحكام الأجانب بيوقفوا ويتصمروا قدام الفار عشان يلاقي زاوية لكن لو قلتلي يعني عايز رقم خمسة في المائة خمسة في المائة آه طبعا يعني المريض على أجهزة التنفس بقى يا إما بقى فريد طبي دي مهمة مستحيلة يعني أنا لسه كنت أقولك مش مستحيلة لو الفريد طبي كونسولات كده يبقى موجود على طول وعمال يتابع بالأرقام واللي بقولك عليه ده يا أخي قص النجيلة يا أخي أعمل البوابات اللي أنت بتروح تلاقيها عند أشقاءنا العرب واللي أنا متزعلان منهم بالعكس أنا بفرح بنجاحتهم على مقربة مننا والأدهش والأكثر يعني بؤس أنه بقى أيدي 60-50% مصريين يا أخي يا للعجب يا للعجب العجاب لكن هنا كل قاعد بيشتغل شغلانتين وثلاثة تلاقيه في الرابطة وهو مع شركة وهو مع نادي وكل قاعد يطلع يفسرنا تفسير هي بجادة عم تقول كده مش حاجة اسمها تعرض مصالح إزاي يا عم يا عم آتوا حاجة وترجموها وطبقوها وإحنا مطلوب من هنا نقعد نقول للناس كلام الناس بقت بتفهم والشباب في القلب منهم خلاص العوالم تفتحت يا جماعة مفيش مش هينفع مش هينفع يبقى نص نص مش هينفع والناس بتتكلم مع بعض بتاع محتوطة هنا كده مش بقى موبايل كمان قد كده وإنت لسه بتقول هبعت فاكس هنهرج خلاص أنت محتاج النقلات دي وهذه النقلات تحتك قرار سيادي لأن دي صناعة أنا بقول لحضرتك الدور المصري منتظما بتراهن على النسخة الجديدة؟ بتراهن؟ يعني عندك أمل مستني حاجة؟ ولا متوقع أنه زيب زيب عبيت زيب مابلود؟ هي هي وكل واحد هيلتف حول مجموعته الإعلامية علشان أي حاجة عملها يبقى واو لو خدم واحد معاه الإستاذ ولا واقف كده عشان مش عارف يرى التذكرة وقد وقف أحمد سمير وقرأ للرجل التذكرة يا أستاذ أنا مش هراهن إلا لما شوف هسقف وهقول وهمشي سعيد بيهم لكن يقدموا لنا حاجة على قد مصر يقدموا لنا حاجة على قد ما بيقدموا نفسهم وهو حاطة باج إنه واحد من اللي بيديره الكرة المصرية نقطتين مرتبطين ببعض هحطهم في سؤال واحد واحد هل شايف إنه غياب أو ابتعاد جزء كبير من قاعدة الأندية الجماهرية على المشاركة في البطولة أثرت على مستقعها وعلى قوتها اتنين هل بتشوف إنه التوزيع الجغرافي للأندية اللي بتشارك في البطولة نفسها أثرت برضو على قوتها وخليني أشوف معاك واستعرض معاك على الشاشة دلوقتي شكل التوزيع الجغرافي للأندية ونسبة الأندية الجماهرية اللي بتشارك في بطولة الدوري أهم بطولة محلية وتأثير ده أسمع وجهة نظرك بقى تأثير ده على فكرة القدرة على الاستثمار على الانتشار الجماهيري على السياحة الداخلية عندنا التوزيع الجغرافية للأندية الدوري الموسم اللي جاي ده على طول عندنا عشر أندية من القاهرة أربع أندية من اسكندرية نادي وحيد من أسوان نادي وحيد من الدلتة هو نادي المحلة ونادي أو ناديين من منطقة قناة السويس أو منطقة القناة نادي الإسماعيل ونادي فورسعيد على أقول إيه ما أنت لسه من شوية كنت عايزنا راهن راهن على ناس مش قادرة تطلق صيحة الشراكة بين الناس اللي عايزة تشتغل بيزنس وكرة القدم والأندية الشعبية هو نادي إكس ده يلعب كرة إيه ما تروح يا عم تحط إشارتك على الأولمبي وتشاركه وتكسب أكتر من اللي بتكسبه دلوقتي بس هيبقى عندك زبون تبيع وتشتري معاه ما يروح الآخر الأقرب ليه خط القناة ويشوف السويس ويحط البراند بتاعه ويشارك السويس يتغل هو لغاية عشر سنين لأنهم عندهم إدارات شطرة وعملوا في أوقات سابقة ما يعني يركب يعني أدوات تنفس صناع للكرة المصرية من ملاعب من منشآت شطار مفيش كلام بس انت لو بره مش هتلعب مش هتلعب دوري محترفين مش هنهزر ومحدش قادر يتكلم عشان كده أملي في طمين يعني إيه اللي انت لو بره مش هتلعب مفيش حاجة اسمها نادي مالوش جمهور مالوش قاعدة جماهرية طب قول لي هيبيع ويشتري إيه غير المضاربة على لاعب يعني أنا النهاردة لو اشتريت نادي نيو كاسل أنا عندي شركة اسمها نيو كاسل اسمه إيه حضرتك أنا بقول حك ما ينفعش أقول نادي نيو كاسل ده بقى اسمه نادي إيكس اللي هو الشركة بتاعتي إيكس نيو كاسل تمام بس بقى ما ينفعش تروح تشتري نجوم العالم وتأجر ملعب وتقول ده أنا ده أحمد سمير أو الشركتك قلت اسمها إيه عشان من سمير إكس وي زد مثلا إكس وي زد لا عشان أقولها صح إكس وي زد شركة إكس وي زد اللي صاحبة أحمد سمير وأولاد ما ينفعش تشتري نجوم العالم وتعمل لهم نادي وتقولي يا أبي فلوسي لا ممنوع كل الاستثمارات العربية يا صديقي لم تشتري نجوم وملعب وتعمل نادي ما أنت بتبتزم لأن الموضوع حساس لكن أنا لازلت في انتظار قرار سيادي وبقولك قبل ما حد يزايد علينا هيكسابه أكتر والعاوز أنت بتكلم على المستثمر نفسه لما يروح اللي ده هاليستثمر والمستثمر نفسه موجودة في الجدول بس عشان ما ظلمش اسمي بعينه يعني كلهم أنا بقول لحضرتك الجمالة العمومية دي لو أكثر جرأة واشتكت عن هذا الدوري يا أستاذ لما أسوان تطلع تلعب ويروح فريق المنصورة مش هقول الأهل والزمالك والإسماعيلي والاتحاد والبصري البقاء لا يشتغل يا عم دي ناس طيبة ما عندها السوبر ماركت ولوكندة المنظرة هتشتغل وفي ناس هتروح مش ناس بواجبة بقى ومش هنهزر احنا هنقعد نضحك على نفسنا لأمتى الموضوع محتاج جراحة وده مش تشكيك في حد اللي بيدير ده صح يقدر يدير التاني صح طيب خلينا نبعد عن جزء دي أو هقفل الجزء دي لا أنا فاهم طبعا إنها يعني واحدة من مربط الفرس زي ما بيقولوا أو جزء أساسي من إصلاح الخلل العظيم جدا اللي في المنظومة بس أنا عندي كل الاستثمارات العربية بس عشان إيه هرام للناس أهلين العرب بيعملوا إيه كلها اشترت المان سيتي باريس سان جيرمان ليفر كول ولم يستطع إنه ياخد لعيبة ويقول بفلوسي صحيح ويلعب كورة لأ أنا بس هقول يعني لما قلت نبعد عن ده لإنه ده بعيد كل البعد عن المضمون يعني أنا راهن إنه ده مش هيحصل بداية من الموسم اللي جاي مش اللي جاي لكن أنا بقولك إن دي واحدة من أهم علامات إن كورة القدم تعود عارف ليه لأنه النادي ده هيجيله كام عشر تلاف واحد في الاختبارات تماما بينما لو هو نادي تخوم المحافظة وتخومها هيجيله مش أقل من نصف مليون صحيح لكن أنا بقولك ده بعيد عن المضمون أنا عايزة أراهن معاك على المأمول هل في حاجة مأمولة نشوفها هل في خطوة صغيرة حتى نقدر ناخدها نقول لهم عليها خلينا بس نقول لهم عليها ولا أنت مستنيها لا مستني أسمع رأيك فيها بس هتسمحني أروح لفاصل ورد أسمع رأيك بعد الفاصل موباش راديس كامن أو الأحمر في السكة والأهلي بإذن الله على الطريق ده لقطات طبعا من كتل أهلي الجديدة أو لبس الأهلي الجديد في الموسم اللي جاي كل التعفيل لأبطالنا وقبل الفاصل كنت بتكلم طبعا يمكن لو أستاذ عصام شلتوت ضيفي في السادسة النهاردة أتكلم في نقطة في غاية الأهمية في غاية الخطورة وتأثيرها لو تمت هيكون عظيم جدا جدا على مستوى الكورة وعلى قوة المنافسة وعلى قيمة البطولة كل ده مرتبط بفكرة ضبط ملف الاستثمار فيما يتعلق بنشاط وصناعة كورة القدم لكن ده المضمون لكن خلينا نتكلم في المأمول إليه ممكن نشوفه السنة اللي جاية دي يساهم بشكل كبير جدا في ضبط المنظومة في قوة المنافسة في قيمة المسابقة خلينا نرجع مرة تانية نرحب ضيفي أستاذ عصام شلتوت مرة تانية برحب بيك أستاذ عصام إيه اللي مستني خلينا نتفق على إنه اللي احنا بنقوله ده حلم بعيد المنال طبعا عشان كده قلتلك في طنين الصوت لقرار سيادي لأن الحاجات دي نقلة هذا القرار سيادي لأنها تزعى للناس كتير قوي هم مش فهمين زي ما قلتلك إنهم يكسبوا أكتر وينتشروا أكتر بس هيبقى فيه في الشارع المصري رياضة بهجة وصناعة أمن قوم اسمها كرة القدر صحيح وبالتالي نخلي ده يعني على ونقول لكن انت عاوز مني إيه اللي هشوفه أنا ما عنديش أي توقع لكن لو سألتني يعني ملف التحكيم يعني لا لو سألتني أنا اللي فهمته إن أنت عايز تقولي هل أنا أأمل في الموسم الجديد لا أنا أقولك مش هأمل لكن لو قلتلي قلهم حاجة أقولهم عشان زي ما قلتلك أسقف لهم وافرح بيهم واشجعهم وكل حاجة حلو أنا وكل من أعرف لو أعدي على مصر بيت بيت أن يكون لدينا تحكيم زي كل العالم تحكيم عارفين المحاضرين الدوليين بيجوا إمتى وبيمشوا إمتى فار في أحدث يعني فيرجين أو نسخة لأنه اللي موجودة النسخة دي ما هيش الأحدث دي كانت اللي للتدريب والشركة لذال لها متبقيات عشان تجيب النسخة الأحدث نسخة الفار اللي احنا اشتغلنا بيها الموسم اللي فات ده طبعا مش النسخة النهائية أو مش النسخة البروفيشنال طبعا وعلى مسؤولية العبد اللي لها الماثل أمامكم تمام وبالتالي ما اللي خل الرجل يمسك السلك بييده ما الرجل الخواجة أو في بلادنا العربية الأخرى إن شاء الله نبقى زيهم لأن ده طبيعي في مصر حد هو اللي بيحوش مش مصر ما عندهاش الإمكانية بيقف ثانية يا راجل وهمش انت الراجل بيشرب شاي هناك عند كبنت الفار وبالتالي إذا حدث ده والأهم جدول مش نعمل بقرع يعمل حد في فندق شيك وعشاء عظيم أو غذاء عظيم وفي الآخر يقول لك هديك أربع خمس متشاط السلة فيهم كله بقى بس حاجة خارجة عن إرادتهم برضو ومرتبطة شوية بالمنافسات في البطولات الأفريقية اللي مش معروف طب يقولوا لنا اسم المسابقات بس عشان أنا ما بقاش بقى أهدر وقت الناس والبرنامج يقولوا لنا اسم المسابقة اللي ملهاش تواريخ عشان نقتنع لأن ما أعلموا أن محدد للأندية أمم أفريقيا متوزعة دي أمر على البلاد اللي خدتها خلاص مش هيفرق معك نوفمبر ولا تطرح اليناير كل ده ماله بالجدول وقت الله يا عين الله يقولوا لنا بقى مسابقة عشان حتى نقتنع مش هما عايزنا نقول كل كلامهم حلو تمام ده على مستوى إيه الأجندة تمام وإعلان جدول حديدي للدوري وأنا هبقى سعيد قوي لو المغادر البلد يروح في 4 ايام ويرجع يلعب اللي جوه البلد 3 ايام واليوم الرابع يلعب ليه لأنه ده الاستثمار يا صديقي أن أنت لو مش هتقدر تروح الأفريقي ما تروحش ما عندكش رأي يجب لك تغارة خاصة ياخدك على كتفه ويجري ما تروحش وما تقوليش مهمة وطنية المهمة الوطنية أولاد الحلالي يا المنتخبات دي فريق من مصر بيسعد شوارع بيضاء حمراء صفراء خضراء ماشي لكن ما تربطش الحكاية كده الموضوع مش كده خالص ومسل كرة مصرية برضو يا صديق يلقى الدعم وما بيضافش للرنك بتاعنا ليه احنا ليه كل عاجة قطاع من تهم مصر من أواخر السبعينات يعني يلقى الدعم دعم ليه انا عايز التايتل ده لو خد اللقب ده ولا بيضيف للرنك بإرشي ساغ حضرتك مصري نمبر تن نمبر تن نمبر مية ما انت برضو في يوم الايام لما تيجي يعني لما الامور ينصلح حالها زي ما بيقولوا وتيجي تسوق لبطولة بيشارك فيها فريق عنده لقب دوري أبطال عشر مرات وفريق عنده لقب دوري أبطال خمس مرات بطولة لما بيشارك فيها خمس ستة عندية راجل أحدث من كده وراجل يعني معترف من العلم ما رجل حوجات نظر زي كده ما فيش بطولة في العالم بتسوق عشان لفربول خد البطولة لقد دوري الإنجليزي هيقل الفرق حصول إيه المشكلة خاصة أنها بتبقى بأيدي أجنبية يعني الراجل من غانا وبياخد تشامبزليج مع الأهلي وبيلف في عالم غانا ما قلنلوش ليه خاين ما شالش ليه عالم مصر مش عايزين نقول للناس كلام إنشاء هم يعني بتوقف كورة زي بالضبط اللي قلته لحضرتك في ضبط الاستثمار ليه عشان ما يقولوش أمال أنداتك تم يلا تحديد أسعار اللعبين لا يا صديقي لو بقى فيه بيزنس اس بيزنس في الكورة سعر اللعبة يتحدد هنا بقى عنده زبون اشترى تيشرتات ولا لا يرى بعض الألعاب والسوفونير عشان ما سعالش فكرنا منتكلم أجنبي اللي هي الهدايا اللي بتتبعه شمسية وعصاية لكن أقولي بالله عليك انت لا حد يجاب لك تزاكر الفيرة دي مش هتروح الموتش يعني هو ده ضبط الأسعار مش قولك فالأنداتك تتحد ألا ترفع الأسعار حد سأل أحمد سمير أما جيف ريه الأهلي ولا هسأل برضو تاني دخل فلوس هو وجوده لما يبقى نادي بيحاول يعمل استثمارات لازم الفشل يرفع يده ومكسره عشان النموذج النجاح ده موذج مقلق لأنه بيعمل إيه بيستثمر صح بس لا لأنه بيحسس النس بفشلها أو بيحسس النس بعجزة لا خلينا نقول بيستثمر صح بيستثمر صح وبالتالي هي دي الحكاية لمديون ولا علي قرود ولا أنا أسف برضو كلمتك طلب الدعم لا فيش دعم خلاص دعم يذهب إلى رغيف الخبز بيجد بقى لكن انت عايز تديني فريق كورة ومعرفش استثمره ده الكابتن فيش في أي منطقاش عابا بيأخذ العالي يلعب بهم في الشارع التاني يكسب 30 جنيه ما بيطلبش بقى من المعلم صاحب القاوة وعم حسن البقال يدوله حاجات ببلاش لليال من الصحيح يا كابتن الإدارة مهترق عليها في مصر ألاعب الكورة حين يريد أن يذهب إلى حيث عاش عمره بعد ما يخرج معتزلا بيقعد له سنتين ثلاثة في كورسز عشان يرجع مدرق الإدارة تفيق عليها انت على طول بقى روح بقى وانت أقدري بقى روح بقى وانت في اتحاد الكورة ويه حكاية لعبة دي ما هي لازم تخلص لعبة دي احنا عايزين واحد أدارة ومش أدارة عشان جاي من إدارة نادي ما كلنا في الهم إدارة لك أنا عايزه يبقى حامل تلات أربع شهادات على خمس ست ماجستيرات عشان لما يقولوله انت بعشرة جنيه قلهم نو أنا بعشرة مليون جنيه عشان هكسبكم مليار جنيه انت طموح لا أنا على قد حلم مصر أنا والله أنا على قد حلم مصر مش أقل من كده مش عايز تصلح منظومة انت كده عايز تنسف منظومة وتعمل منظومة جنيه أنا عايزهم يتقوا الله ويشتغلوا في الكرة زي ما بيشتغلوا لصالح يا عم أنا معترف بالشلل وأنا جي لي كان ملتف حوالي شلل بس اسمع لي بلا أسماء عشان تصل لسدة الحكم دلوقتي فيه شلل بتوزع كل حاجة يا عم خدوها وآتوا برضو إعلاميينكم وكذا لكن لا تفسدوها ما تأكلوش وتشربو على شاطئ أي نهر والله العظيم يعمل للبلد دي اقتصاديات غير عادية 150 ألف فرصة عمل اللي خرجين كليات التربية الرياضية اللي هو يبقى أمن الملعب اللي بيبصروا الجمهور ده وشوف بقى اللي هيشتغلوا في واللي هيشيل عن عاهل الناس اللي بايته في الشوارع شرطتنا وجيشنا هتشيل عن عاهلهم كل ده لأنك هتضرب الناس أنا كنا يعني بمناسبة كلامك ده انت فكرتني بفقرة كنا عملناها في السادسة عن الدوري الإنجليزي وإنه اقتصاديات الدوري الإنجليزي دخلت سبعة مليار دولار سبعة مليار استرليني وقتاحت مية خمسة وتسعين ألف فرصة عمل أتكلم الأقام دي في سيزين واحد مية خمسة وتسعين ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يفن ما احنا قدمنا مشروع أنا وزملاء يعني في شعب الاقتصاد وأشياء أخرى لدولة رئيس الوزراء الأسبق دكتور شريف سماعين ربنا يديله الصحة يا رب ملف اللي هو النسخة دي ولا ألفنا ولا أبدعنا واكتشفنا أنه ينفع تتعمل في الصومال وفي البرازيل وفي الدوري الإنجليزي طالما النواية امتلكتها ولن نرفع أي اسم من دول يا عم عشان ما يخافوش لكن واحد بيشتغل ثلاث حاجات وبتتعرض عمله في إدارة الكورة ما هعملوا في الشركة بس يقولك إيه أصلي دي شركة النادي مش النادي هجيلك تاني هجيلك تاني في نفس الملف ده مس من زاوية تانية نا ش من زاوية الإعلام ودوره في حاجة زكاية بتاني الإعلام الشريك رئيسي في صناعة أي نهضة أو أي تطور في أي مجاهد وإحنا عندنا حاجات كتيرة جدا مرتبطة بالرياضة عموما وبكورة القدم خصوصا محتاجة تطوير بكل مناعي مرتبطة بوعي مرتبطة بسطول إدارة مرتبطة بثقافة مرتبطة بحاجات كتير جدا بس خلينا نروح لأول الموسم اللي جاي برضو الجمهور يصنع الفرق واذا بتشوف تجربة الحضور الجماهيلي في الموسم اللي لفات ونظرتك أو أعملك أو طموحك في الموسم اللي جاي ما هي دي برضو حاجة من الحاجات الغريبة ما حدش بيطلع يقول ليه نادي بيخشلو خمسة ونادي بيخشلو تلاتة ويسيب كولع مع أن الكاميرات جايباك وفأساك مع أن الناس رد فعلها هو جاي أنه ده بيقف عشان يدخل ناس وإنت كنادي أهلي ما بتقفشي أو أي نادي آخر ما بتقفشي تضغط عشان تدخل ناس إيه الإبداع في اللي إنت بتعمله ده ومش مستني يبقى فيه سخونة في الأجواء قادي حاجة الحاجة التانية هو ليه خمس تلاف ويتقسموا تنيه ليه مش عشرين ألف يتقسموا تنيه عشان حضراتهم ما بيقدروش يقدموا مشروع متكامل لمؤسسات الدولة طب خلينا أسأل على الجمهور الأول قبل ما أتكلم على صاحب القرار الجمهور أولا نجح في التجربة بصرف نظر على الألوان الجمهور مش ينجح في التجربة إلا لو أعمل القانون يعني أعمل القانون يعني ما طلعش الرئيس نادي يقول أنا روحت الاسم أجيبهم بس بشرط يكونوا الصورة شايفها بقيت أصحابه أو أهله أو عشرته وهو ده فين أدوات الرقابة في الملاعب يعني مرايب قوي كنا أعتقد في برنامج يعني في قناة أخرى وجبت لهم واقعة أن فيه متفرج إنجليزي اتوقف ثلاث ماتشات زي اللعيبة ودفع 400 سترلين كاميرا جايباة بيشتم فين الأدوات دي انت راح بقى تقول للأمن يدخل الناس كده فالأمن بقى يبقى في مواجهة إنه أي شتيمة يروح لها من 100 ناس كاميرات فاحصة أستاذ أحمد ما بتسيبش حاجة النقابة العامة محامي الشعب عشان تنقذ وجه مصر قدام الفيفا سمتها اشتراطات النيابة العامة إنه يفترض إنها اشتراطات الفيفا لاعتماد الملاعب فمش كل شوية بقى صادق كل في الكاف والفيفا يعدلنا الملاعب وخلاص ونيجي نصطدم بعد ما قلت لنا عندنا 22 ملعب إن المعتمد منها سبعة بينما عند أشقاء أقل مننا قدرة وده ما يزعلهمش في حاجة المعلومة دي تاني من 20 ملعب عندنا المعتمد منها سبعة سبعة ملاعب بس بقى بعد ما تقل 20 ملعب وصرافنا آه المعتمد عشان المعتمد ده ما ممكن يقع منه الكاميرات أنا مش بقول إنها ضائعة يعني لكن صادقنا الذي في الكاف والفيفا اللي بيجيب الناس وعايز يوري مصر بكرة تشوف يا ناكر خيري زمني من زمن غيري لازم يدفعنا تمن إن الناس علانة منه وبالتالي التفاجأ بده بينما في الشقيقة الجزائر 10 ملاعب في المغرب 14 ملاعب معتمد طبعا ليه عمنا هنمش أقل من حد اللي احن مش أقل من حد بس واللي عندنا بملدنا وليه الأرقام كانت 20 ولا حد يسأل يا أستاذ تقولتلنا يعني فيه من فلوس الكرة مش أقول فلوس ومصر ما بحب يش ألعب على المساحة دي دي معلومة طبعا معلومة حضرتك راجع الرنك وماشاء الله فرق العمل هنا ماشاء الله وبينهم يعني أولادنا كتير بيشتعلوا مع هيئات قرية ودولية مؤدين ورؤسات تحرير يجاب لك الأرقام وهات الرقم الذي أعلن قبل عشرين تسعة عشر وشوف الرقم اللي الكاف والفيفا أعلنوا طيب أتنين لملف تاني هو الإعلام الحقيقة الإعلام هنا ليه أكتر من دور يهمني أسمع رأيك فيه واحد الأول خلينا نتكلم على حجم التأثير يعني عشان يكون لك دور لازم تبقى مؤثر لازم تبقى مسموع أو متشاف أو مقروق بالشكل اللي يسمح لك بأنك تكون مؤثر تمام في تغطياتنا لمعظم أخبار الرياضة العالمية هنا في السادسة يعني ما بتابع السادسة بلاي أنه المركة آس لكيب كوريالي دي لسبورت سان البريطانية مير يعني الصحافة الرياضية أو الصحفة الرياضية الكبيرة عام السباح ما زالت موجودة وما زالت مؤسرة وما زالت قادرة تقوم بالدور بتاعها رغم كل المتغينات اللي حصلت على وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة طبعا هل بتشوف أنه وسائل الإعلام عندنا في مصر هنا قادرة تقوم بنفس الدور قادرة تحافظ على نفس المساحة طبعا ما قدرش أقول لك ده لكن في بص ما هي جماعات الضغط زي ما قلت لك الشلال التي عايزة يعني تكون هي الأسرة زي الفراعنة كده القشر السبعتاشر لحكم مصر ها وهم برضو جايبين استفاد بتاعتهم فعندهم بقى حاجات ما يقولوهاش وحاجات يقولوها ازاي يصدروا للشارع المصري قرارات عايزين يصدروها مع أن ألف بقى وأنا بقول للزملاء وبقول لهم كنا في جيلنا بنبقى حوالي الناس أذكر منهم من اللي هو حرب الدهشوري حي يرزق ربنا يديله الصحة كابت سامير زاير لكن ما كناش عشان نرضى بالتخريب أقسم لهم على إيه عشان يصدقوا كنا بنعرضوا وقت ما القرار يبقى مش زايمة أقل لنا أن أنا بعمل ده عشان مصر نفضلت مع كابت سامير زاير ده الله يرحمه عشان مشي كابتن جهاري بقى عازم من نجوم كرة هم أولاده لأنه كان عاز يعمل مشروع دوري 23 سنة وكل حاجات الحديثة والراجل ما قالش مألفها وكان مديله الله يرحمك كابت سامير الله يرحمك كابتن جهاري 213 ورقة بقيت كل شوية في المقالة أقول له يا كابتن سامير افرج عن 213 ورقة يا كابتن سامير لغاية كان كابتن جهاري يعملهم ومسلمهم الله يرحمه لغاية لما مميش من الاتعاد الكرة قال لي إيه مشونة 213 الله يرحمه المهم أن الناس دي بكل الحاجات اللي كان فيها يعني مساندات لناس وبيحب أصام يشغاله لكن ما كانش بشغل أصام وفاشل خالص ويسيب أحمد سامير النجح جداً يا أخي المقاييس اختلفت حتى في المحبات مش عايز أسميها غير كده ما ينفعش مع أن كل ده متاح يعني وانت فاكر إنفنتينو ده مش مشغل في اللجنة الأهربية لا طبعاً أكيد ناس صحاب صحابه يعني نهرج وبلتر من قبل منه وبلتني من قبل منه يعني أنا بقى مش في المدينة الفاضرة لكن عايزين نكون من أفضل المدن صحيح صحيح ما عنديس معنى وده يحصل كمان لو في قناة عامة كنت قلت قلت لهم بالأسماء يا فلان يا فلان يا شلت كذا يا عمي يلا فلنهبكم الحكم انت وردوا استنيتوا كتير ودخلتوا صغاراً مع كبار طيب خلينا أخذوا بقى في الموضوع فهم عشان تبقى بس مكتملة هم أصلاً بياخدوا في إيديهم شباب الإعلامي اللي هو بقى ملاحظ إن كلمته مش هتأثر أو هم طلوقتي يزنوا عليه هتبقى معنا هتروح واتروح واتروح مش هتبقى معنا روح أخوة يعمل فيها يا جفار وإيش كده طيب ده معناه إنه الدور اللي بيقوم بيبقى الإعلام يعني في أضايا منقوص جداً منقوص جداً طبعاً مش بس في فكرة التطوير وفكرة أحداث تغيير وفكرة نحن ببسطين على قدام وحطين أحداث فكرة الرقابة الأول ده من عز الشغلانة بتاعتنا إنه الخدمة في بلاط صاحبة الجلالة أنك تشكل جزء من وجدان الأمة يا شباب الكلام كبير وهتشتغلوا وهتكسبوا كتير لكن ما انت جاي تبدأ بدول يعني اللي هي فكرة هي جات علينا هل تراجع ده سب مساحة أكتر أو قدرة أكبر للتأثير من فكرة السوشيال ميديا العالم الافتراضي ده اللي احنا مش عارفين مين بيكلمنا مش عارفين هدفه إيه مش عارفين مصادره إيه طبعا وإحنا بننطقي لكن ده بالعكس ده السوشيال ميديا الوقت بتحرج الناس دي ليه؟ لأنها بتكشف حاجات أصلا هو مش هيسيطر عالكل أصلا أنت طالما دخلت فكرة المحسوبية مش هتعمل محسوبية في المبنى كل فأكيد في عد ما دخلش إيه معهوش كرني المحسوبية هيقوم لأبك على طول فجأت السوشيال ميديا سبحانك يا رب يا أبو من يشاء سوشيال فبرضو بتجيب حاجات ما بناخدش بالنا منها لما تيجي من الأخ اللي ما خدش كرني أو هو الراجل ممكن يكون الحياة مش عايز محسوبية هو عايز منطق وأنا بقول منطق مش بقول مثالية عشان نسيب المساحة بتاعت العشر خمستاشر لكن مش خمسة وتسعين في المية لا لا كتير قوي بس منتهى الخطورة منتهى الخطورة أنك أنت تسيب المساحة دي للسوشيال ميديا في النهاية برضو أنا بقولك أن في حتة صغيرة منها كاشفة يعني كأن دي الحتة المعزبة متتفق معاك زي ما أنت يبقى فيه يبقى فيه ديناصور بس معك طبا فدايقته لكن في النهاية لا في النهاية مصيبة طب ما يفعش سيب المساحة لك وإدارات الأندية بتردخ يا أستاذ وإدارات الأندية والكيانات الرئيضية الكل بتردخ ويا للأسى حتى ما بيقول لهم شي تعالوا أدربكو حتى ما بيستبدلش المشروع ده بمشروع أولاد النادي إيه أو إكس أو زي أنت شخصيا بعيدة بقى عن اللي حصل في السياحة أنت شخصيا لما بتكلموا أهل الصحافة لبتكلموا في حلول لتكلموا في رؤية طرح كل واحد بيقول عشان ننقل أو نغير الوضع القائم ده الوضع أفضل بتكلموا في إيه لو تكلمت زي ما بتكلم معك كده مش هروح هتت أنت بقى لك قد إيه تعرفني كتير يا أستاذ عصان احنا عايش لت عمري طويلة ما قامت تلفزيون قل لي فيه كم كان أنا ما بروحهاش أنا مش شهيد وعايش وفل قل لي فيه كم كان أنا بروحهاش ويتصنف بني أدم دمك تقيل لأنه مش هلاقي لك أي حاجة تانية مش هيقدر يقول أنت ضد مصر ولا بتحبش مصر وهو بس اللي بيحب مصر ومصر هي أمك مصر أمكو بتقول لكو حلو يعني سفروا واشتغلوا في حيثة تانية هتقول لها حاجات يعني مش لازم تفضلوا قاعدين حواليها مصر حلوة هتنضر طويلة هروح للكورة بقى نفسها أنا قلت لك الكلام عشان يبقى كلام نايف ومظلمش فيه الشباب إذا بعد العمر ده الوعد يصنف مواطن دا متقيل يا أخي ومن أشخاص يا لنأسا معلومة ومسؤولة لا ما يهمنيش بالعكس ما يهمنيش لأنه دا ليست القعدة وليست الصحية ولا صح في الآخر إلا الصحية سبحان الله روح معاك للكورة شوية يلا بينا عندنا لأول مرة ما شاء الله يعني بندل مداربين أو مدينين فنين أجانب ما تهيليش حصلت في مصر من سنين طويلة على مستوى المنتخبات بورتغالي برازيلي فيتوريا وميكالي متاخب أول متاخب أليمبي مستوى الأندية السنة دي في سبع الأندية من الأندية اللي بتشارك في الدولة المنتازة عندها مديرين فنيين أجانب بعضهم مش أول موسم بعضهم بيظهر لأول مرة عندنا كولر مع الأهلي فاريرا مع الزمالك نونو علميدا بورتغالي أيضا مع فاركو عندنا جاريدو مدير فني أهلي السابق إسباني موجود مع الإسماعيلي عندنا تكيس جونياس مع بيرميدز يوناني عندنا بابا فزيليو يوناني أعتقد أبروسي يوناني محل وعندنا بعد كده زوران فيتش التحاد سكنداري هل شايف أنه الخبرات دي أو المدارس الكوروية دي أو مديرين الفنين الأجانب بفكرهم وشخصيتهم قادرين يقدموننا كورة مختلفة السنة دي في الدولة المنتازة؟ إذا الإدارات عايزهم يقدمون لكن إذا الراجل اللي مشغل معاه مدير كورة ولا مدير قطاع ولا مش عارف إيه عايز يلمه ويروح مش هيشغله اليوم الكامل الراجل هيروح الخواجة برضو بيقفهم عن البناء آدم ترام صعب الشغل مش عايز أنا أوجع قلبي ليه هي تمرينة وتأسيمة وعيبز الجود وكل حاجة لكن خلي الإدارات الأول تطبق ما هو استفادة من الخواجة وانت جايبه ليه؟ دي حاجة الحاجة الثانية انت جبت فيتوريا وجبت ميكالي والاثنين ليهم سيفي حد يخد باله أن الراجل اللي ماسك اللي هو اللي يفترض الأمل الأولمبي روجيرو ميكالي يتكلم عن إزاي دول ما بلعبوش ممتاز ممكن يكونوا سيمة يارب أكون أنا غلطان عندهم مطشين مهمين جدا مع إسواتيني يارب أكون أنا غلطان ويكونوا هيعودوا بقى مع الإدارات ويعملوا جزء فني مفروض يبقى فيه خبير فني للاتحاد عشان يقعد بقى مع إدارات الأندية ومدربين أقول لهم لذات 19 سنة اللي قد ما لعبش ما ينفعش يعني ما ينفعش إن ما لعبش فريق أول حسنا بيكلم على مبابيو أنا بقوله حضرتك أنا بستكملك طيب جبت فيتوريا شفت العقد بتاع هالن دي فيه الساعة كم يروح فين ويفضل إيه حد قال لي فيتوريا ده لما ما فيش لعب ليك أجازة زي كل خلق الله لأربع جمعة بأسبوع يوم يومين يا عم زي بلادهم بتمن تيام في الشهر غيرهم ملكش والباقي يبقى تجميع ومحاضرات للمحليين بلاش تمرين لأن ممكن الدور يبقى شغال يروح زيارات ويروح ملاعب ويروح مش عارف فين ويجي منين أنا ساعدت جدا إنه أقلل حج عامر لابد ولابد ولابد من رش الملعب وحتى بيقولوا تنزل مع لايحة المسابقات قبل المباراة وبين شوطان المباراة طب ده ليه سافر أجازة بدأ ما فيش متوشة أو الجزء اللي قبل معسكرات المتوشة عم ما ينفعش ما ينفعش يعني أنت محتاج إدارة برضو هنلف نلف وقول لك عايزين حقاً إدارة مش دي بالذات ما قلتلك على الأندية كمان عايزين حقاً إدارة اللي بيدير يشتغل على ده طيب أروح للمركاتو هل بتشوف اللي حصل أو اللي تم من مغالاة بتشوفه مغالاة أولاً ولا لأ يعني والد جداً تبقى طبعاً لأن ما فيش قاعدة بتشوف تعامل إدارة الأهلي إزاي مع الطلبات أو مع يعني أسلوب التفاوض في قيمة الصفقات سواء بأرقام أو بمبدة لعبين في جزء مهم في النادي الأهلي مبدئياً ألوة هو أنه بدأ يقرر أنه لو صمموا إن أحمد سمير بجنيه مش عايزوا أنا قلت سبعين قرش وبالدليل أنه بعد ما بيمشي الأهلي لو حدى حتى غيره تسمع جوه هنا بالدولار مثلاً يعني أنا استهيت أسمع صفقة محلية تتم بالنادي مصري ونادي مصري بالدولار وسمعت عن صفقات بتتم بعشرات الملايين ومعها أربع أو خمس لعيب هل إحنا عندنا في مصر الكواليتي دي أصلاً ما هو ده اللي بقوله لك مش بس الكواليتي هو حد عارف ما قلت لك بقى ما أنت لازم يبقى عندك سلعة بتبيعها غير المضاربة اللعيبة خلي بالك مع كشف يعني أن إزاي بقى السوشيال وعبر أصدقاء ووسطاء بتوصل لرقم في أرقام كتيرة مش هاللي بتذكر والدليل فيه عقود كتيرة أما بيتحط عليها فوكس في التعادل الكورة بتطلع بأرقام كيري اللي سمعناها عشان يهربوا من الضرائب ويقولوا كده واللي يقولك نجحنا بحاول الله في إخفاءة الجواب الفلاني والجواب العلاني هل ده منطق عشان كده النادي الأهلي راح سوق جديدة لكن النادي الأهلي محتاج برضو مع النقلة دي تسريع الإجراءات شوية الصفقات هكذا تنتهي عارف العربين ما يقولك وش في وش ونخلص ليه؟ لأنه الأهلي بص اللي مش قادر ينفس الأهلي بيخلق له مطبات صناعية يعني بدلا ما يجري جنبك في السبق ويزبقك لا عايز يخلى عد يزقك يشنكلك اتنين لعبين مصريين رغم كل أرقام والطلبات اللي احنا سمعناها الخرافية دي لكن الموسم المنقضي ده ما أصفرش غير عن ان اتنين اللاعبين بس طلعوا برا مصر احترفوا في الخارج طريق حامد وأحمد رفعت ده منطقي بالنسبة لك تربطوا بالأسعار تربطوا بالأسعار لا طبعا مش منطقي لأنه لو لأنهم في بلاد عربية وان طريق حامد الحقيقة من اللاعبين اللي بازلين جود وخرافي لكن برضو بسبب التحكيم وسوق الإدارة في حاجات كتيرة ما كانش مسدى ان هي غلط وبدأ ياخد كارتة أحمر بدأ كذا لكن في مؤشر جيد انه هو ما بيعملش بقى زي هنا لأنه هو مش مستصغر الحكام لأنه هنا بيسمع عنهم حاجات غريبة يعني مستصغر الحكام بيسمع عنهم حاجات غريبة ومريبة كابتن وبيتقال له ما يمكشي ودوس وبيدوس وما بيحصلش حاجة هو أو غيره بس عشانة انت قلت اسم طالب لكن ده ما يعدش خروج للاحتراف خروج في الاحتراف أصديقي لما تقول للاحيبة كمان مش محترفين لا محترفين بس محترفين في بلاد جنبينا يا فندم أنا كنت بقول أول الحلقة أنه حتى مش بكلم على أوروبا يعني أنا حلمي طبعا ناسو 20-30 لعيب مصري بيلعبوا في أوروبا بيلعبوا في بلجيكا في هولندا في ألمانيا في إيطاليا في أي حتة يعني ده حلم سهل لكن ده يعني ده حلم سهل جدا إذا كنت يا فندم مش قادر تنافس المغرب العربي يا بيدا حلم سهل جدا بس ما في الأندية تبطل لما ييجي لأحمد سمير اللي عنده 19 سنة عرض بمئة ألف دولار إيس بين عدد اللعبين يقول اللي عايز مليون دولار إيس بين عدد اللعبين المصريين المحترفين في الدولات الخالجية وعدد اللعبين التوانسة وعدد اللعبين الجزائريين وعدد اللعبين المغرب ما ده عنوان يا أحمد من غير متن وبرده لعبت المغرب دي مش كلها راحت أكاديمي ومش عارف إيها عيني وحلم الأسرة من الوقت ياخد شهادة عالية وهي على عالية ولا حاجة ولا بيعرف يرأ ولا يكتب وقابل أهلينا في الشمال العربي الأفريقي نتكلم بصراحة بيتكلم لغتين وهو رحل من صغره وبعد ما بيبعان 18 سنة بيقوم بيقول له اشتغل يا ابني وأكلنا أو على الأهل أكل نفسك لكن أنت هنا على بال ما أولادك يجبره لازم يجي لك سكر أو ضغط أو لتنين عشان عايز شقة وكمان حلمه أنه لو جبت له شغلانة تجاب له عربية تجاب له عربية وغبالك الناس كلها بتعيش عشان تعايش دول لكن أنت لما تسمع هنا أن العيبة عندها 19 سنة حتى لو راح الدوري السعودي والإماراتي أنا بقول لبقى السيد وزير الشباب والرياضة فلتعلن عن أنك هتدفع لكل واحد يطلع لاعب بمئة ألف دولار يدينه مليون جنيه حافظ تصدير صحيح بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونحطتنا ونستمتع بيك ومنشبعش من كلامك أبدا أتمنى أن يكون استمتاع أتمنى على الأقل حقيقة يمكن في خطوات بسيطة يعني عشان ما نصعبش الدنيا عن نفسنا خالص نراهن أنه الموسم اللي جاي بقى منضبط أعتقد أنه أحدش قال كده برضو عشان أنا قلت الحضراك لو أنت فاكر أتمنى أنه نسلمش الناس بس ياخدوا إيه خطوة البداية صحيح نتمنى أنه يحصل ده ونتمنى إن شاء الله أنه نشوف موسم قوي أعتقد أنه زي ما قلت كان فيه خطوات إيه لحد ما اتخذت في الموسم اللي جاي رهان على ربطة الأندية ودورها اللي ما عنديش شك أنه هم عندهم رغبة أنه هم يكونوا أصحاب بصمة وأنه هم يتوروا المسابقة اللي بشوف كمسابقة القصة مش قصة الأندية خورس قصة قصة مسابقة تستحق أنها تكون في مكان أفضل بكتير جدا من المكان اللي هي وقفة فيه أشكر حضراتكم على المتابعة وبكرة على كل خيط دايما نتقابل في السادسة على شاشة الآن